بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة نحمد إبراهيم تتالت مؤخراً في الصحافة عديد الشهادات على اتخصال فبيدنا العزيز وفبيد الوطن فالعديد ينعطونه بكونه رجل مبادئ وقيمه وطن، منار، شجاع، حكيم، مقدام، مبتسم حسن المعاشرة متفادل وأكاديمي لامع خسرته الجامع بإحالته مبكراً على المعاش وربحته السياسة وفي النهاية خسرته تونس لا أريد تعديلات كل خسار الفقيد الرحم وتكرار ما قيل في عديد المقالات والتدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام وما ورد في بعض الشهادات من استحساد موقفه مغادرة المجلس التأسيسي معرفاته على قبل اختيار محمد إبراهني بعد شكري بالعيد فالحاً بذلك اعتصام الرحيم ومناضلاً فيه إلى الداخل وكذلك مشاركته الفاعلة في الحوار الوطني ومن بعد ذلك والمشاركة في الدجنة السبعية لتكوين حكومة ومن ثانية جمعة وإقارة حكومة علي العرية أو استقابتهم والتخطص من مشهور دستور غرة جوان وإقرار دستور يتلائم مع القيامة الديمقراطية والتقدمية التي اختارها عيواناً لحزب وهذا ليس إلا قدر من فائد ولتجنب التكرار بقيت أبحث عن مرجعية أختزن فيها كلمتي فوجدتها في شعار اقترحه السيدة إبراهيم لحزب المسار وأقره الجميع عندها والذي سأختفق به وتذكرت حديثاً جمعني به في المجلس التأسيسي يتعلق بشعار آخر وهو شعار الجمهورية والذي سأختتم به شعار المسار وهو موجود أمامكم هو شعار المسار الديمقراطي الاجتماعي وهو كما ترون مواطنون أحرار في مجتمع عادل هذا الشعار يلفز شخصية الرجل وهو الذي اقترحه فزكته الجمهورية العامة لحزب المسار كشعار بالحزب يختزن مبادئ المواطنة والحقوق والحريات على اختلافها والدخب سحب البرهيب لتسيير حزب المسار بهذا الشعار ويسهر على تطبيق مبادئه ثم وبسرعة عدو في المجلس الوطن التأسيسي رشحناه في ذلك الوقت ليكون عدوا في لجنة تأسيسية فاختار العنوان لجنة الحقوق والحريات وداتع فيها بقوة على ستر الشعار وهو مواطنون أحرار وكذلك على عجوزه مجتمع عادل بالنسبة للمواطنون الأحرار أو المواطنين الأحرار تختزن العبارة الحريات المدرية والسياسية والحقوق والحريات الفردية خاصة واستبسل الرجل بدون أن يتحدث كثيرا لكن في الاجتماعات وفي البيجاد في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية موضوع الخلافات الكبرى كالحرية الدينية وحرية الضمير وحرية المعتقد وإشكال الدولة الرائعة للدين هذه كانت مناسبة وأنه يدخل في عراف كثير مع مجموعة من زملاء في المسجد ذلك الوقت وكذلك الحق في الحياة وهو الذي أراد الترسيس على التغاث عقوبة الأعداء في الدستور وحقوق المرأة والمساواة والحرية الأكاديمية وسيد أحمد براهيم والحزب الذي هو يدمي إليه تقدمي دافع عن هذه الحقوق وحق في الشغل الحق في الصحة الحق في التعديل الحق في السكر وكان وأذكر في ذلك الوقت المشروع الأول والبرنامج الأول الذي تقدم به القطب الديموقراطي الحديثي كان فيه الذي رجعنا إليه اليوم عهد الكرامة وهو مبني على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وكان أربعة أساسية من بينها الحق في السكان والحق في الشغل والحق في كل هذه التي كنت أسلتها من نوحية وعلى هذا الأساس هذه هي الظاهرة أساسية بتعامة البرنامج الذي أدخل في صلب الدستور والذي هو في نهاية الأمر قناعات موجودة عند الرجل وبطبيعة الحياة كل الإخوان والأخوات الذين كانوا يمتموناً معه إلى هذا الحزن كما أنه قام بدفاع عنيف لكل المساكل الثقافية والحرية التقافة والتفتح على الحضارات والثقافات وعدم الانغلاق فكان هذا هو أيضاً عمل تالي مهم قام به داخل هذه اللجنة لجنة الحقوق والحريات وكذلك داخل أجلسة العامة عندما دخل الأمر إلى طور المناقشات والموافقات الموضوع الثاني هو إشعاعات الجمهورية لم ينف اهتمام سيد أحمد إبراهيم بباب الحقوق والحريات بل توشه أيضاً إلى التوتئة في مناسبتين ترك فيهما بصمته في النقشات وكان له دوراً مؤثراً المسألة الأولى كان يتحدث عليها زميل سبيل منضحيل وسيتحدث عليها بعد ذلك في المرحلة الثالثة من هذا الحفل هي منسلة القضية الفلسطينية في التسطور كانت له نظرها حكيمة بدون مؤالات بدون مزايدات السياسوية للقضية الفلسطينية فناصر التنسيس في التوتئة على انتصاراً للمظلومين لكل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ومناهضة لكل إشكال إشكال احتلال الرمصورية وفي المقابل تفهم رأي الذين رفضوا عدم بدراج تجريب التطبيع في التسطور رغم مشارطرته أحساس الغبل من هذا الجيان الصغيوني وضرورة مقاومته معتبراً أن هذا ليس مكان وإنما في سياسات المقاطعة أو ربما في قانون وهذا ما حصل في النهاية بهدأ الدوافق فكان صاحب دوافق الموضوع الثاني متعلق بيالا شعار الجمهورية والذي سأنتهي به ولما أحكيها في الساوق أول مرة نقول هذا فبعد التنصيص في التوقع على أن دونس عربية ومسلمة وأفريقية تم تقديم مقترح من المسار لتعديل التوقع والتنصيص على الانتماء المتوسط لتونس انتماء إلى البحر المتوسط لأسباب طبيعية جغرافية كاريخية سيادية منطقية معقولة لكن تشري الرياح وبما لا تشتري السفون هناك من عرب بحدى المقترح وبطبيعة الحال كان ستحن إبراهيم متحمساً بالتعديل ويريد إدخال للبعض المتوسط وفوجئ بدوره بربط هذا التعديل وهذا المقترح في ظروف اللفاء يدى للرجوع إليها دوية الوقت ما يهمه هو ما حدث بيني وبينهم بعد رفع الجنسة والرجوع في التعديل ولم يمر هذا التعديل توجهت له لأبادله حسرتي وخيبة أملي في الكاريخات فقال ترفع إليه وانظر إلى شعار الجمهورية المعرض بصدر قاعد الجنسة العامة تعلمونه وأن فوق موقع الرئيس هناك شعار الجمهورية كبير فمرفعته وفلمته والتفده وقلت له لماذا لم تقل لي ذلك من قبل فقد حرمتني من مبرر إضافي كنت يمكن أن قويله إلما قتمته به في المقترح لا أعرف أن اهتديكم إلى العلاقة بين شعار الجمهورية والمحر البدد المتبس في شعار دونس كما تعلمون أول رمز هو السبيل هو رمز الحرية إضاء وعداء وهي رمز الحرية والبحر مرسوم تحتها بأمواجه أراد أن نخفف من دوعة ولسان حالي ليكون عزاؤنا إذن هو أن البحر المتوسط موجود في شعارنا المدرس في فصل الرابع من دستورنا الذي أبطي عليه بالرمز لذلك الكلمة وكأنه نحن إبراهيم ينفخ في شراع زفينة الحرية وذكرنا أن هذا بحر لا يمكن أن يكون غير البحر المتوسط وهو في أهم رمز لتونس أي شعارها الذي حفظنا عليه فابشروا بأن البحر المتوسط موجود في دستور وهذا ليس في غريب من إبن جرزيس هو حكام إبن بحر حتى لا أقول عنه هو في البحر كالسابقة هذا ما سنتأكد منه من خلال فيلم سلبا بكتار الذي يشمل أهم أوج الحياة وخصار إبن جرزيس وكأنني أستمع إلى سيد أحمد إبراهيم المتقصل يقول وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحمة طيبة في سورة النهل في الآية 14 صدق الله العظيم ما شكرا